بعد سنة تقريبا من عمر المجلس النيابي الحالي شهدت ترابلوس عاصمة الشمال يوم الأحد انتخابات فرعية لملء المقعد السني الخامس الذي شغر بعد إبطال المجلس الدستوري نيابة ديمة جمالي من تيار المستقبل بسبب أخطاء قيل إنها شابت العملية الانتخابية تيار المستقبل تمسك بجمالي وعاد ورشحها للانتخابات في مواجهة سبعة مرشحين آخرين تيار المستقبل عمل خياره والرئيس الحريري والرئيس الحريري معروف بيعمل خياراته بيدرسها وبيتمسك فيهم وأنا بحترم كتير هالشي متفائل بالنتيجة؟ إن شاء الله خير ومن أبرز المرشحين اللبناني نزار زكا المعتقل سياسيا في إيران منذ ثلاث سنوات وترشيحه هو صوته للحرية إلى جانب النائب السابق مصباح الأحدب الذي يخوض معركة إنماء طرابلوس طرابلوس مدينة منكوبة بحاجة لخطة أنقاذية ولكن نحن اليوم المشكلة طرابلوس مشكلة وجودي لأن نحن ما عارفين شو وظيفتنا بلبنان هل نحن جزء من هالجمهورية العظيمة اللي نحن منحبها ومنريدها ولكن تنكون جزء مننا من نكون شركاء توافق سياسي واسع تحقق في طرابلوس لدعم ترشيح جمالي في معركة يرى فيها تيار المستقبل محاولة متجددة من البعض لإضعافه تصور صارت واضحة للجميع أنه خلفية هذه المعركة الانتخابية بعنوان العريض أضعف سعد الحريب ولكن طرابلوس وتصور كل أهل طرابلوس كل كيادات المدينة في طرابلوس ترفض ولن تقبل بإضعاف سعد الحريب كل الإحصائيات تؤكد الفوز لديما جمالي ما لم تفجر سناديق الاقتراع وإقبال الناخبين الخجول مفاجأة غير متوقعة صفحة الانتخابات النيابية الفرعية ستطوى في طرابلوس هذه المدينة التي تعد من الأكثر حرمانا في الشمال اللبناني وتطلعات أهليها بأن يلتفت مجلس النواب مجتمعا إلى الحاجات الإنمائية فيها بعيدا عن التجاذبات السياسية من طرابلوس مرسل كرم الإخبارية الشمال اللبناني